قدرات الرئيس الصحية والسياسية للترشح لمنصب الرئاسة باتت محور النقاش في واشنطن رغم أن عامين يفصلان البلاد عن هذا الاستحقاق جدال ترشح بايدن أعقب تصريحات أدلت بها النائبة الديمقراطية أليكزاندريا كورتيز بدت فيها مترددة في دعمها خوض بايدن سباق الرئاسة فيما يخص ترشح الرئيس لفترة ثانية كما تعلم تركيز الآن على الفوز بالأغلبية في الكونغرس سنناقش ترشحه حين يحين موعده معدلة التضخم والتي وصلت أعلى مستوياتها خلال أربعين عاما والحرب في أوكرانيا التي أفرت سلبا على الاقتصاد أديا لتهاوي شعبية الرئيس في استطلاعات الرأي واقع دفع نيويورك تايمز لاستطلاع آراء أربعين من أعضاء الحزب النتيجة غالبيتهم بدت مترددة حيال فكرة ترشح بايدن قد يكون سيناريو عام 1968 هو الأفضل للديمقراطيين عندما أعلن رئيس لندون جانسون عدم ترشحه لفترة ثانية لكن كان من حق أن يرشح نفسه في عام 1968 تخلى عن تلك الفرصة نظرا لمعارضة الشعب الأمريكي لسياساته تجاه الحرب في فيتنام على أن بعض المتابعين يرون أن من المبالغة مناقشة الأمر الآن قبل عامين من انتخابات الرئاسة باستثناء الرئيس لندون جانسون ليس هناك نموذج في العصر الحديث لرئيس يعرب طواعية عن عدم نيته الترشح لدورة ثانية أو أن ينجح منافس له من حزبه بالتغلب عليه في الانتخابات يقول خصوم بايدن أنه لم ينجح في كبح جماح التضخم أنفق مليارات الدولارات على الحرب في أوكرانيا ولم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع إيران حتى الآن تثير الأوضاع الاقتصادية مخاوف الليبراليين من عودة اليمين وتحديدا الرئيس السابق دونالد تراب نتيجة لذلك يصبح ترشح بايدن عن الحزب الديمقراطي مراهنة عالية المخاطر قد تؤدي لخسارة البيت الأبيض وعودة الجمهوريين حماد رواشد التلفزيون العربي واشنطن